سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق الفرض الاول في الدورة الاولى مادة الرياضيات نموذج جديد رحتت عدة نماذج في القناة المستوى الثاني اكيد نبدأ على بركة الله ولون المضلعات بالاخضر اذا المضلعات الاشكال التي لها اضلع سنلونها بالاخضر اذا المضلعات اذا لدي هنا المضلع الاول سنقوم بتلوينه بالاخضر اذا لدي اضلع واحد اثنان ثلاثة اربعة الشكل الثاني هو عبارة على متلت اذا ولديه ثلاث اضلع واحد اثنان ثلاثة اذا ايضا مضلع الشكل الثاني عبارة عن دائرة ليس له اضلع اذا نقوم بتلوينه الشكل الرابع لاحظوا معي عندي جوج ديال اضلع متقابلة ولكن الجوانب الجوانب تقريبا على شكل اوفال بيضاويين يعني ما يمكنش اللونه يكون كله عبارة عن اضلع الشكل الرابع عبارة عن اه مربع وهو مضلع رباعي الشكل الشكل السادس لاحظوا معي عندي جوج ديال اضلع متقابلة ولكن هنا عندي مقوس يعني على شكل قوس ممكنش ان انا نلونه الشكل السابع الشكل بيضاوي كما تلاحظوا اوفال ايضا ليس عبارة عن مضلع الشكل الاخير عندي شكل واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة شكل سداسي مضلع سداسي اذا نقوم بتلوينه اذا المضلعات هي التي تكون لها اضلع سواء اربعية ثلاثة اضلع خمس اضلع ست اضلع المهم ان تكون لها اضلع وليس دائرة او على شكل بيضاوي او مقوسة من الجوانب الاساس ان تكون عبارة عن مضلعات سؤال الثاني اربط النقط واسمي الشكل الذي حصلت عليه اذا عندي هنا ثلاثة دي النقط اذا ساربط بين النقط ونسمي الشكل الذي حصلنا عليه اذا اللحظوا معي هنا اذا هذا مثلة قائم الزاوية مثلة حصلنا على مثلة قائم الزاوية الشكل الموالي ايضا نصل بين النقط نربط بين النقط ثم نحدد الشكل ونسميه لاحظوا معي واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا كل ضلع اربع تربيعات اذا الشكل هو عبارة عن مربع اذا حصلنا على مربع اكتب بالحروف او الارقام او بالارقام اذا سنقوم بالكتاب اما بالحروف الكتاب الاولى دي بالحروف مئة مئة وتسعة وسبعون اذا مئة وتسعة وسبعون مئة وتسعة وسبعون سبع مئة وثمانية واربعون سبع مئة سبع مئة وثمانية واربعون سبع مئة سبع مئة وثمانية واربعون سبع مئة وثمانية واربعون الكتابة الاخيرة قبل الاخيرة مئتاني واربعة مئتاني واربعة مئتاني واربعة اربع مئة وستونة اذا مئة وتسعة وسبعون سبع مئة وثمانية واربعون مئتاني واربعة اربع مئة وستون الاحظوا واكمل لاحظوا معي لدي التمثيل التمثيل بالصفائح والقضبان والوحدات الجد والعد ثم التفكيك اذا لدي هنا صفيحتين كل صفيحة تمثل مئة كل صفيحة تمثل مئة اذا مئة مئتان اذا لدي جوج دي المئات اذا العد ساكتب اثنان مئتان جوجد المئات بالنسبة القضبان ... كل قضيب يمثل عشرة واحد اثنان تلاتة اربعة اذا 40ạnh عشرة تلاتةện اربعون اذا اربعة وعشرات بالنسبة المربعة اتخبها مربعة يمثل واحدة حجات matruci من اجهة و ا Alliance كما限د نسبة Tough говор كما限د استعمال y زائد ستة إذن مئتان زائد أربعون زائد ستة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أدرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة